اهلا بكم يوصل الجنيه المصري حصد المكاسب والتوقعات الدولية باستمرار ادائه القوي امام العملات الاجنبية وذلك بعد مرور خمسة اعوام على قرار تحرير سعر الصرف وشهدت المؤشرات الاقتصادية وتقارير المؤسسات الدولية بنجاح اهم خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي وهي تحرير سعر الصرف مساهم في تعزيز قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد المصري وتحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال والتنافسية التصدير وتنويع مع تطوير اماط الانتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الاجنبي ليتصدر الجنيه افضل العملات الناشئة امام الدولار اثمرت سياسة تحرير سعر الصرف عن ارتفاع مصادر النقد الاجنبي حيث زاد صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة مئة وثمانية واثنين من عشر بالمئة ليسجل اربعين مليارا وثمانمائة مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل تسعة عشر مليارا وستمائة مليون دولار بنهاية سبتمبر الفين وستة عشر الى جانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة ثلاثة وثمانين وستة من عشر بالمئة وقيمة الصادرات بنسبة تسعة وخمسين وثلاثة من عشر بالمئة فضلا عن ارتفاع ايرادات قناة السويس بنسبة ثلاثة عشر وسبعة من عشر بالمئة والارادات السياحية بنسبة ثمانية وعشرين وتسعة من عشر بالمئة شهادة ثقة اكتسبتها مصر من المؤسسات الدولية على نتائج سياسة تحرير سعر الصرف وانعكستها أيضا على تحسن مصادر النقد الأجنبي حيث أكد صندوق النقد الدولي أن تحرير سعر الصرف أدى إلى القضاء على أزمة نقص العملات الأجنبية وسهم في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها الأمر الذي ساعد على دخول مصر أزمة كورونا بمخزون وقائي كاف البنك الدولي توقع أيضا بأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 1.7% خلال العام المالي الجاري كما توقع تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز المصري مع زيادة تدفقات لاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية بدورها أكدت وكالة فيتش أن الاستمرار في تنفيذ مجموعة الإصلاحات الاقتصادية يدفع إلى زيادة معدلات الاستثمار والتجارة في مصر كما سيستمر المستثمرون الأجانب في إيجاد الفرص الكبيرة في السوق المصرية هذا وتوقعت الإيكونوميست أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 43 مليار و700 مليون دولار هذا العام فضلا عن توقعها بأن يظل سعر الصرف مستقرا بصورة كبيرة خلال عام 2022 مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأهم مؤشرات الجنيه المصري والتوقعات الدولية بشأن أدائه أمام العملة الأجنبية شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء